سالي بداية محطتنا لليوم رح نبداها بمساحة مع علم النفس والناقش فيها موضوع يمكن بهم الكثير مننا بهذه الفترة وهو التوهم المرضي شو هو التوهم المرضي ما اسبابه وكيف ممكن نحن نكتشفه ما هي علاماته وشو أهمية دعم الحالة الإيجابية النفسية لرفع كفاءة الجسم ضد الأمراض أمور رح نقشها مع الاختصاصية النفسية غالية سعيد يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الصحة صباح الأمان وصباح السعادة وصباح الأشياء الحلوة يا رب وإن شاء الله إيامكم كلها ياتا بأمان الله ورعايته يا رب تسمي غالية صباح الخير عن الجديد صباح الخير صباح الطاقة الإيجابية اللي دائما نحن نترافق هيك معك فيها بصباحنا غير كورونا هو المرض الخطير يعني مانو بالهيين هو مرض خطير هو مرض معدي ويمكن ما نمنقدر نحن نستخفي نرجع من عيد ولكن في أشياء نحن نأخذ بعين الاعتبار أنه ما يتحول هذا المرض لوهم تاني لألنا يعني بدل ما نكون عم ندير بالنا على حالنا نصير عم نتوهم ونضعف حالنا وبالتالي تضعف المناعة نفسيا خلينا نحكي معك غالية تمام يا عزيزتي أولا هي الحالة طبعا بعد ما نتمنى السلامة والأمان للجميع هذه الحالة هلأ للأسف إذا ندخل على كافة البيوتات لحن نلاقي أنه يعني إذا ما رح قالك 99.9% كلا نحن نتوهم هذه الأعراض وننبسوها نتوهم المرض ضمن علم النفس عرف أنه بالحالة التالية هي مجموعة من العوارض والعلامات والأعراض والمشاعر والأفكار والسلوكيات تظهر على حالة مرضية فالشخص نتيجة الخوف أو الرعب أو الألأي اللي بكون موجود ضمن الموحين فتلقائيا بيتبنى هذه العوارض ويبدأ بطبقها على حاله طيب إلى الآن نحن يعني كإخصائي نفسي نحن منساعد العالم أنه معللش يعني منسمح أنه ماشي الحال أنه منعدله الفكرة ولكن بالأحوال العادية لما ما بيكون في مثلا لا قدر ولا لا فيروس ولا وباء ولا أي شيء فلأ نحن هوم نقول عنا فكرة أنه ليش أنت عم بتقول أنه عندك هذه الأعراض فهو اقتباس وأخذ كل هذول العلامات وبيلبسهم الشخصية وبيقلك أنا عدي هذه الحالة هلأ الكلمة يسمعك بيقول لك أي طيب الزروف هيك بتعمل ولا عم نسمع هيك الأعراض عم حاول تطبقها عم لاقي عندي نفس الأعراض هناك مشكلة أو في نقطة كتير مهمة أنه كل شيء أنت بتأخذي وبتتبني بعد شوي يصير حقيقة هاي ما أنا خزعبلات ولا لا فلسفيات ولا لا دراسات نظرية عم تتحدث العلم وهذا الشيء نحن منطبقه على أرض الواقع يعني قولي مثلا لا قدر يلا قولي أنا راسي عم يوجعني أنا راسي عم يوجعني بعد شوي تحس فعلا صار راسك يوجعيك تعباني جسمك بيلا شو يحط يعني خلاص صار في عندك هيد العلائم فهو الموضوع معنو بالموضوع السهل وبنفس الوقت نحن ما بنا نكبر الوهم على الأشخاص هو فعلا عبارة عن شغلات أنا بتبناها ببلش جسمي فورا بيستجيب معها يعني مثلا هلأ مثلا الله يحمل جميع لما عم نشوف نحن الأعراض اللي عم يزيعونيها على الإعلام أنه مثلا جفاف بالحلق سعال كذا كذا كل حدا فورا شو بيعمل كأنه أنا كمان هيك حلقين شفان بصير عم بسعول شوفوا لي حرارتي مرتفعة تلقائيا بتصير الموضوع نحن نتبنى بطريقة لا واعية هلأ إذا ما انضبط هذا الموضوع لا قدر الله ممكن الجسم يتعامل مع الحالة أنه هي فعلا حالة طبيعية أنه لا صمح الله نحن فعلا نعن نعن نهاية الأعراض فالموضوع معنو كلمة عادية معنو أحساس معنو شغلة بسيطة لازم يكون في كتير عمنا محاكمة عقلية ونحن عم نتبنى هذا المفهوم وعم نتعامل فيه نعم غالية يعني أي مرض عدوي بيكون له أعراض ظاهرة فبعرف أحالي أنه أنا مرضاني كيف بدي أعرف حالي أنه أنا متوهمة أنه أنا عم بتوهم في مؤشرات للمرض النفسي التوهم ممكن أن أستدل عليها أنه أنا لأ منيحة بس عم بتوهم زيادة تمامي عزيزة كتير حل السؤال لا قدر الله لما بدي يكون نوجود المرض أو ينزل سوف نقول غريب ما رح نتحد بالفيروس نحكي غريب العادي طيب لما بيأول غريب الأحوال العادية هل تستطيع أن انت تقوم تمارسي حياتك خلص هو وقع وقع تمام ففعلا ما فيك قدما قاومت أنه لا أنا مالي مرضاني أنا بستعباني لا لو غريب بيأخذ حده بيضوي يعطيكي لكن بالأحوال العادية قبل ما يبدأ غريب بيعطينا هالعلائم فأويلة شوي هذا الإحساس فتزيد اكتر عليك قاوميا شوي انه لأ خلاص اكي انا هلأ ممكن انتعبانا يمكن ان ينهار اليوم كامل متعب فتروح ولكن علاق المرض الله لا يقدر لما بتكون موجودة هي فعلا قادرة انه خليك انه ما قادر اتحرك نحن نحكي على مبدأ كتير بسيط اللي هو القريب العادي مش عمالنا نفوت بالاعراض المخيفة للاخرين هو القريب العادي لما بده يوقع بده ينزل عليك الباقي كيف بتوهم طوالما انك عم تتحركي وعم بتقومي بنشاطاتك العادية هلأ في شوية وهن في شوية تعب اوكي الماشي الحال لحد الان ممكن نعتبر لك ياها حالي عازي الى ان لا قدر الله تعدي القاعدة اللي انا خلاص استمكن مني القريب هون بنقول انه نحنا ما توهمنا وإلا باقي استجرار مجرد مشاعر وعواطف نعم غالية يمكن عم تحكي شغلات هيك بين السطور لازم نحنا كمان ننتبه علي شغلات كتير مهمة ممكن هلأ يستفيدوا منا كليا اللي عم بيتابعونا خلينا ننتقل للترددات اللي نحنا نرسلها للكون وقديش النفسية بتلعب دور ايضا بصحتنا الجسدية يعني النفسية هي كتير مهمة يعني حتى لو كنا مقربين قريب عادي او مرضانين اذا كنا ولا خلينا نقوم منتخذ خلينا نمشي خلينا نتحرك خلينا نعمل مايكب ونحنا قاعدين بالبيت قديش نحنا تنقلب نفسيتنا وقديش الكون بيعطينا طاقة نقدر نحنا نتجاول هذا هيداء الازمة المحرحلة تمام يا عزيزتي السؤال كتير رائع خلونا ناخد هذا المثال البسيط كل لاياتكم فيه بحياتكم هذا ايجابي صح هذا المتفائل اللي كتير بيقلب الدنيا كل ما فات بيحرك الدنيا صح طيب تذكري هذا الحدا لما اجهو طواعكة صحية اقري كمان برجع بقول عليه لانه كتير عم الناس عم تهول هاي الاعراض يومين تالت الرابع بتلاقي صار معكم لك ما انت مرضان ومقرب كيف انزل لك انا ما فيني ضل قاعد بالبيت انا اذا بقعد بالبيت بيعكني المرض ما فيني على النقيد الاخر تعجيبوا واحد مسلب كمان معجود عنكم هذا اللي راسي ايدي عم بسعول وقفولي لنهار اليوم انا التعبان ما بقدر وخلي اللي قريب يبدى معه وشوفي اللي العشر تيام اللي بيقضيلك ياهن على محارب ومقرب وبعده عني وماني قدران بالمجمن متل ما تحدستي وقلتي الانسان اللي عنده طاقة كتير ايجابية الانسان اللي يعني كتير متفائل بحاله قادر باسرع ما يكون انه هو يلفز المرض المرض كيف ممكن تجي اي اي جرسومة اي اي قصة ممكن تدخل على جسمك نحنا في كتير نقطة غايبة عنا لما بيكون جسمنا النفسي يا جماعة كتير مضمون وكتير قوي وكتير فعال صدقا انه كل الخلايا والحالة المناعية اللي موجودة عندك هي بتساعدك لحتى تلفز هذا المرض يعني ما عد بسهولة انه انت ممكن تمردي ما عد بسهولة انه انت ممكن تكوني موجودة بالبيت في عندك خلايا دفاعية او اجهزة دفاعية رائعة جدا اللي هي الجسم النفسي واكبر مثال على هذا الاشخاص قبل ما نحن ننتقل على هذا الفيروس اللي الله يحمي ويبعد عنا كل الازايا يا رب تعالوا ننتقل على مرضى السرطان اللي كانوا موجودين هذا المرض ما نهيين ابدا قديش اسمعتوا عن حالات نتيجة الحالة الايجابية الرائعة تباعهم والدعم اللي كان موجود معهم بيقلك انا اتجاوزت المرحلة يعني هو المرض كتير خطير ومؤلم ويعني واشتريت نتائجه ومتوابعه كتير مؤلمة ولكن صدقا قديش اسمعتوا عن حالات تعافت منه واول عام لقاتلك حالة النفسية الاشخاص اللي حواليه طيب ما نعطى الموضوع اذا مرض عضال وما عم يتصنف بهك وقدر انه يتجاوز ما نعطى هذا الموضوع انا ما اقول بس بالحالة النفسية لا ولكن صدق اللي له لهذا الموضوع هو كتير وسيلة انك انت عن جدة بعدي عنك على الاقل الوساوس على الاقل الاوهم على اقل هالاشياء والشغلات البشعة اللي عم بتصير حواليه يعني غاية مستويات القلق والخوف بزمن الكورونا هي عم ترتفع عند الاشخاص كتير واكيد عم تأثر على صحتهم النفسية ومن الفئات المجتمع اللي لازم كتير نركز عليها هنون الاطفال يلي هنون اكثر تأثرا بهذا الموضوع اليوم كيف فينا ندعم نفسيا الاطفال ونقوي مناعتهم اكثر بزمن الكورونا تمام هلأ صراحة انا لفتت نظري شغلي على وسائل التواصل الاجتماعي هي للأسف الناس عم تفكيرها شغلة حلوة عم يجيبوا اطفال عم يتحدثوا معهم انه ليش انت قاعد بالبيت مثلا تلاقي الطفل عم يتحدث عن الموضوع يعني انه ما بيعاد اي انا قاعد لانه كورونا ومعدرسة طيب انا معي وعي الاطفال بس نحن عم نحكي يا جماعة كاخصائي نفسي او كحدا عنده علم كعنده ديراية انت لازم تنبه الطفل بس بنفس الوقت تلاقي طفل عمره سنوات معي لك لا لا تقرب عليه هلأ ابتعديني او لا كذا او لا طيب تعرفوا بها الحالة نحن انت كأم او انت كأب عليك انك انت تعمل له حرز الحماية بس مو كمان تشبع الفكرة عنده لدرجة انه لا تقرب عليه انا بمرأ يا جماعة انتو بتاعفوا نحن عم نجاهز طفل يطلع عنده وسواس قهري بتاعفوا نحن عم نجاهز طفل يطلع عنده اضطراب التواهم المرضي بتاعفوا نحن عم نجاهز طفل يطلع بشخصية انتوائية لا تقرب علي قوعاك انه بتعديني بخير الامور الوسط كيف لازم نتعامل هذا هو السؤال ماما نحن عنا حالة هلأ لازم نكون مستعدين تعرف ما احنا بالأحوال العادية ما ننظف هلأ حننظف الزيادة عن اللزوم ليش لانه مشان ما يجينا امراض ما يجينا مثلا نقريب ما بدنا نحن نقعد بالبيت نظلم حافظنا على قوتنا ما في داعي نقول له لانه بتموت لانه هيك بصير لانه هذا الفيروس اذا فات بياكل لك رئتانك انا سمعتها من حدا بياكل لك رئتانك جوا بتصير انت معا تقدر تتنفس فالولد هيك انه لدرجة تعرف كيف صار يمشي الولد هو عمل هيك انه حتى بالبيت انه هلأ انا اذا بمشي في في شي بدي فوت عانفي بدي اكل رئتاني هيك ماما قالت اذا عزبتا لا 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 يا جماعة الموضوع مو هيك بهالدرجة طوالما هو قاعد بحرز معك بمكانك بامنك حتسي على النظافة بس يعني شوية صغيرة بس ما منهول له هذا التهوير ما منخوفه هذا التخوير انه حنموت وكذا 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 ما بيوم من الام هو نايم بلا اللي في اسرخ اليك ماما انا عموت يعني هي كتير احنا عم نسمعها وللأسف العالم انا اصفة بس على التواصل الاجتماعي عم يتباهوا انه الاطفال عم يطلعوا يتحدثوا فيها يعني ما لهم بحاجة انه بيكفي انه هن يعني يعني عاشوا ازمات قبل ما لهم بحاجة رجع يكملوها لسيحكوا عن مرض هي الفكرة غالية اللي بنا نوهها عليها لجميع الامهات اكيد البركة فيهم ولكن في نقاط معينة من كتر حب الام لولادة تغفل عنها بتقول له بس مشان ما يمرض او مشان ما ينصاب ولكن جميل التوازن بجميع مراحل حياتنا وخاصة بالتعامل مع هالفئة العمرية البسيطة الزكية جدا ولكن البسيطة نوعا ما اكيد عامل الخوف ولازم يكون موجود عند الطفل ولكن باصول ممكن نحنا نقول للطفل مثلا انه في حال انت مرضت ما بقى تقدر تلعب مع رفقاتك ما بقى تقدر تاكل الأكلات الطيبة قديش مهم انه نحنا نخاطب الطفل بطريقة مثل ما عام نخاطب الأشخاص العاديين ولكن بطريقة مبسطة الطفل بيلقط طبعا اكيد مثل ما اتفضلت كتير حلول المثال انه هلأ اذا نحنا منردنا مثلا قعدنا ما عاد فينا نعمل نلعب بالطابة ما عاد فينا نعمل الشغلات اللي منحبها اما مو منموت مو شوف العالم ماما كيف عام بتموت لانه ما اهتمت بالنظافة لا لا الموضوع يا جماعة تلطفا تلطفا جدا فيه نحنا منقدر ما اتفضلت انه الام خايفة عليه ومنقدر انه عام تعمل كل واجبها بس الكلام 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 يعني كلمة بتعلي وكلمة بتنزل وانتو بتعرفوا قديش أثر الكلام نحنا ككبار قدي عم نتأثر فيه يعني يوم تسمع انه شخص شوفي للأسف هاي ما عم تطلع ما عم يقرجونه انه فلان شوفي من هذا الفيروس فلان تعافى فلان تماثم هم يحطونا تماثر فلان موت هيدا الإشاعات عبر السوشيال ميديا يمكن هي كتير كمان قوي صحيح نرمنا عم نشوف إشاعات يعني نحنا بفترة نحنا منا بحاجة لضغط نفسي ولكن دائما المصادر الرسمية خلينا نتبنىها صحيحة سالح حتى يمكن وزارة الإعلام والهيئة العام الإزاعي والتلفزيون صار يمكن مو يمكن أكيد فيه على الإخبارية السورية والقناة الفضائية السورية شريط أزرق في منه تاخدوا كل أخبار الكورونا من سوريا والعالم مشان يعني قد ما فينا نتحد الشائعات غالية اللي هي كتير عم تأسر سلبيا علينا قد ما بتتخيلي يعني أنا عزرا على العامية أحكي بس أنا يعني ما بعرف شو مستوى الوعي اللي عند هذا الحدايا اللي قاعد ورا بيته وماسك هذا شاشة التليفون صدقيني أنا كأخصائي نفسي أستفزيت أنا كحد أخصائي يعني وبيبساعد العالم أستفزيت طبعا لكن الناس العديدين عم يكونوا الناس مصدر إشاعات مو يعقول يعني مرعب مرعب صحيح يعني شي عم جد بوجع يعني أنا بس الفكرة لأقلكن أنا كل حدا قاعد هيك بس عم يتسلع العالم وعم بيتعام يلعب بمشاعر العالم يعني أصام حوني بقولوا أنه أنت حدا بتمنى بعد هالأزمة أنك تراجع أخصائي نفسي غير الفويسات طبعا صوت اللي عم توصل ما نتبناها يعني عم توصلنا كمية فويسات على الفيسبوك أو على الويتساب النصائح أنه غير النصائح نرمين أنه فلان أخدوه ما تطلع مريض لا تقربوا عليه يعني هي بتسبب لحالة أزمة الفيروس موجود ولكن شوية ليس بهذا الموضوع يعني أنا من يومين قرأت حدا قال توفى بعدين كتطلع كتبنا قالوا أنا عايش يا جماعة أنه تخيلي وصلت عفوا يعني حدا عدم الاحترام أنه أنت تنهي حياة إنسان لك هو عايش لديجة أنه قال توفى وكذا ومدرشوك لا لا هذا الموضوع كتير مؤلم كتير كتير مؤلم مو كل الناس يا جماعة عنده هذا اللوعي من نفسي مو كل الناس بتعرف تتعامل مع الأمور بدراية فيه ناس بتخاف فيه ناس إذا عم تقرأ صدقا إيديها بتصير بترجو بتصير ضغري بتتلمز جسمها حلق عميوجاني يمكن يكون عنده وهن عادي إنه لطفا بالآخرين لطفا بالآخرين فيه أشخاص ما بتعرف يعني إذا ما بدوا يموت بالفيروس هيموت هو ناقص عمر بس من الخوف ومن الألأ غالية يعني بكل زمن وخصوصا بزمن الأزمات نحكي هلأ عن الكورونا فيه إيجابيات وفيه سلبيات لكل مرحلة إذا بدنا نقدم هيك وجبة دعم نفسي للمشاهدين قلنا نوازن المرحلة اليوم نفسيا كيف نوصل بهذا الوقت لحالة التوازن النفسي بعيدا عن القلق والخوف والهلاء طيب رح أقلك شغلة كتير حلوة لحنا لما أيام الدوام والعجقة وهذا قديش كنت تسمعي على ما أخذ إجازش عشر تيام ونام في يوم صح يا الله إنتا دي وقف شغل يا الله إنتا طيب هالله هاي نفتحت السماء وتحققيت الأمنيات وجدت فترة راحة مفتوحة الأماد وروع على 24 لماذا عم نتزمر هلأ نحنا نخدي جانب الإيجابي هاي فترة ترتاحوا هاي فترة تشمعوا نوم هاي فترة عن جد لنعرف قيمة العجقة والعالم والدنيا والشغل والمواصلات وهي فهي فترة حتى نعرف فعلا قيمة الشوئي اللي كان نحنا عم نستهتر فيه أو نتدايا ارتاحوا نعموا خدووا فكرة أفركت هكي ريلاكس رواء هدوء الصبايا عملوا فترة أن تريحي بشرتك فيها ميكاب كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يا جماعة في جان في فكرة كتير حلوة هي ما لا فلسفية بتاعوا من أسري حالنا على الجانب العلمي نتثقف نقرأ نعمل أي شيء يعني نطلع بهال 15 يوم في حصيلة معلومات مو أنا طالع بس نايم دماغي فاضي في كتير ناس لسا عم بتعبع أعمال عم بتعبع شغلات صحيح عن طريق النت عن طريق التواصل اجتماعي كثير عندك شغلات حلوة يعني وبعدين مين نحنا علاقتنا مع العالم من قطعت يعني مشارك نجرب وجهك لحتى أنه أنا حبك وتحبيني في تليفونات في أي شيء لسا بتضلي تتواصلي مع العالم طب هي فرصة تعرفوا على أهلكم من أول وجديد يعني أنه قاعدين بالبيت فتعرفوا على أهلكم من أول وجديد يعني خدوا الجانب الإيجابي خدوا الجانب المشرك أنه ريحت حالي شحنت حالي من أول وجديد أخذت حرز هيك صحي وقائي وبعدين إن شاء الله يا رب هي أزمة وبتمر غامة وبتمرت أزمة رب العالمي ويا يعني إن شاء الله نحن راجعين راجعين نحن تحملنا كتير أزمات يعني هيك موضوع بيمرأ بكل سلاسة بإذن الله إن شاء الله أكيد غالية الوقفة معذاتية وقفة جدا مهمة لألنا لأنفسنا والأشعبين فينا اللي حوالينا بدنا نتشكر جدا وجودك معنا نتشكر هيدا الطاقة الإيجابية هيدا المعلومات المهمة اللي فتنا فيها اليوم بصباحنا نتمنى لك السلامة والصحة إليك ولعا جميع أفراد أسرتك أهلا وسهلا فيك حبيبة البيس عد أوقاتكم يا رب وإن شاء الله مكللين بأمان الله ورعايته وإن شاء الله يا رب كل السعادة لألوكم يعني غالية أكيد نقول لكل الناس أكيد يعني هي فترة راحة وراجبين على الشغل فالشغل راح يكون مضاعف بالدراسة بالعمل فاستغل وقت ما فيكن بالراحة شكرا كتير إليك